لا بد من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج تصريح الرئيس التونسي كان كافيا ليعيد الجدل إلى الساحة التونسية مجددا فالتوجه إلى منع تمويل الجمعيات من الخارج يأتي على خلفية تقرير محكمة المحاسبة الذي كشف بالأرقام تمويلات أجنبية تمتعت بها أحزاب عن طريق جمعيات خطوة أثارت مخاوف كثيرة في أوساط المجتمع المدني نعتبره التصريح غير مسؤول نعتبره أن جمعيات المجتمع المدني هي جزء التي جزء من مصار ديمقراطي إذن نحب أن نقوله لتونس دولة ديمقراطية يجب أن يكون مجتمع مدني فعال ويراقب وجهت في السنوات الأخيرة اتهامات لجمعيات بتشكيلها غطاء لتمويل أحزاب سياسية من الخارج وكذلك تورطها في تمويل الإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتري بدعمنا من أطراف أجنبية الأمر الذي يدعو بحسب مراقبنا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية وتكثيف مراقبة مصادر تمويل الجمعيات لا يمكن وضع كل الجمعيات في سلة واحدة المسألة فعلا تحتاج لنقاش تحتاج لتطوير المقاربة التشريعية في علاقة بالبنك المركزي في علاقة بالقضاء في علاقة بالأجهزة الرقبية للدولة حتى لا يكون هناك اختراق أجنبي عبر التمويلات وأمام الضفرة غير المسبوقة للجمعيات التي تجاوز عددها 24 ألفا وتوسعت رقعة نشاطها في تونس أثيرت تساؤلات كثيرة حول مصادر تمويلها والأنشطة الحقيقية التي تقوم بها الجدل في تونس بشأن الجمعيات ومصادر تمويلها ليس وليد اللحظة فلطالما كانت هناك دعوة بضرورة ضبط نشاط الجمعيات وتكثيف مراقبة مصادر تمويلها سميح البغانمي تونس الميجن